انهيارة النظام تتوالى جنوب حلب وتنظيم الدولة يقتحم سفيرة والثوار يستعيدون عدة مواقع قوات النظام تفشل بالتقدم في محيط الغطط الشرقية وتتكبد خسائر فادحة المقاتلات التركية تقصف مواقع الميليشيات كردية في سوريا الاتلاف ينفي زيارة وفد من الجيش الحر لموسكو بغياب روسيا وإيران اجتماع باريس يبحث إيجاد تسوية سياسية للوضع في سوريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدين في نشرة إخبارية مفصلة من العنوين إلى التفاصيل اقتحم تنظيم الدولة قرية سفيرة وسيطر على عدة أحياء فيها فيما انفجرت سيارة ملغمة للتنظيم بالخطأ في مدينة منبيج كما سيطر التنظيم على قرية الشيخ هلال وتقدم باتجاه بلدة إثرية بالتزامن مع اشتباكات في المنطقة أدت إلى مقتل العديد من قوات النظام ومن جهة أخرى استعاد الثوار السيطرة على مزارع خلصة وحمرية في ريف حلب الجنوب فيما استشد ثلاثة مدنيين وجرح خمسة عشر آخرون إثر غارات للطيران الروسي على مدينة الباب وفي ريف حلب طالت غارات روسية أخرى بلدات خلصة والزربة والحاضر والعيس في الريف الجنوب أما في مدينة حلب درت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام على جبهة حي صلاح الدين كما قصف النظام بصاروخ أرض أرض حية سيف الدولة ينضم معنا من حلب مراسلنا قحطان المصطفى أهلا بك قحطان وضعني بصورة تقدم الثوار في ريف حلب الجنوبي أهلا بك محمد السلام عليكم ورحمة الله بعد اشتباكات تعنيفة محمد بين الثوار وعناصر قوات النظام في الريف الجنوبي لحلب وخاصة في محيط بلدة خانطومان استطاع الثوار قتل عدد من عناصر قوات النظام وتم تدمير جرافة واغتنام دبابة طراز تي 72 أيضا شن الثوار هجوما مباغتا وعنيفا بريف حلب الجنوبي على مزارع خلصة والإحمارية ومقتل العديد لقوات النظام وأجبروا باقي عناصر قوات النظام على الفرار من هذه المناطق تحت وقع ضربات الثوار ليعلن الثوار أخيرا بعد ساعات قليلة من الهجوم عن تحرير مزارع خلصة والإحمارية وبسط السيطرة الكاميرا عليها نعم طيب ما هي الأنباء عن اقتحام تنظيم الدولة الإسفيري؟ نعم محمد شن تنظيم الدولة هجوما عنيفا على مدينة الإسفيرة منذ ليلة البارحة إلى ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم الأنباء الأولية تشير إلى تقدم واضح لعناصر التنظيم وتمكنهم من السيطرة على عدة أحياء في داخل المدينة في جنوب مدينة الإسفيرة ليتمكن من كسر الطوق الأمني المشدد هناك وانتقال التنظيم إلى حرب الشوارع إذا صح التعبير في بعض الأحياء مدينة الإسفيرة والمعارك لا تزال على أشدها الآن في المنطقة نعم هل كان هناك أي غارات تركية على مواقع الوحدات الكردية أو حتى تنظيم الدولة في شمال سوريا عندكم في حلب؟ حقيقة محمد أعلن الإعلان كان من جهة حزب اليابكي والبيكيكي بأن طائرات تركية أغارت على مواقع له شرق حلب في محيط مدينة كوباني عين العرب لم يتم التأكيد إلا من خلال الإعلان الرسمي عن طريق الميليشيات الكردية نعم قحطان المصطفى مراسلنا من حلب شكرا جزيلا لك قتل وجريح العشرات من قوات نظام خلال اشتباكات مع جيش الإسلام على جبهة شبع في الغوطة الشرقية في ريف دمشق وفي بيان له أعلن جيش الإسلام عن قتل أكثر من أربعين عنصر للنظام خلال المعارك الدائرة في الغوطة الشرقية منذ عدة أيام بالإضافة إلى تدمير عدد من المدرعات نافيا إدعاءات قوات النظام حول تمكنها من السيطرة على نقطتين في المنطقة الجبلية القريبة وأكد البيان أنه تم إجبار عناصر النظام على التراجع بالرغم من التغطية الجوية الروسية المكثفة وفي المقابل استشد ثلاثة مدنيين وأصيب خمسة وعشرون آخرون في بلدة عين ترما جراء قصف من قوات النظام بالصواريخ صواريخ أرض أرض وقذائف الهاون ينضم معنا من دمشق مراسلنا قيس القاضي أهلا بك قيس وما هي الأنباء الواردة عن استهداف الثوار لقوات النظام بالغوطة الشرقية ومقتد العديد منهم قيس هل تسمعوني قيس إذا كنت تسمعوني أعيد لك أسؤال ما هي آخر التطورات في الغوطة الشرقية والأنباء الواردة عن استهداف الثوار لقوات النظام فيها يبدو أننا فقدنا الاتصال بقيس القاضي نعود الاتصال به في سياق هذه النشرة ارتقى شهيدان وجريح آخرون في مدينة كفرنبل بريف إدلب جراء قصف من الطيران الروسية بينما استهدفت قوات نظام مدينة خان شيخون وقرية تلمرك بالمدفعية الثقيلة والقصف الصاروخي وفي ريف حما قتل الثوار عددا من عناصر النظام خلال اشتباكات دارت على جبهة مدينة موريك في ريف حما تشمالي كما قتل وجريح العشرات من عناصر النظام على جبهة قرية المنصورة باشتباكات مع الثوار الذين ادمروا في تلك الجبهة ثلاثة دبابات وثلاثة جرافات لقوات النظام وتمكنوا من إسقاط طائرة استطلاع في سماء القرية من جهة أخرى نفذ أحد عناصر تنظيم الدولة عملية بسيارة ملغمة استهدفت قوات النظام في حاجز إثرية بريف حما تشرقي وفي المقابل قصفت قوات النظام المتمركزة في قرية عطشان الأراضي الزراعية جنوب قرية تلمرك براجمات الصواريخ ينضم معنا من حمام ورسلنا محمد الخان أهلا بك محمد وما هي أوضاع الاشتباكات في جبهتي المنصورة وموريك وكم وصل عدد الشهداء بكفرنبل فقدنا الاتصال بمحمد الخاني أصبح الاتصال جاهزا مع مرسلنا من دمشق قيس القاضي أهلا بك قيس مجددا قيس هل تسمعوني الآن أجل أسمعك محمد قيس هناك أنبات وفيد باستهداف جيش الإسلام مواقع قوات النظام في الغوطة الشرقية ما أخيرة تطورات هناك نعم محمد حقيقة اليوم جيش الإسلام قام بشأن حمل شرسة على الجبال المطلة على الغوطة الشرقية تم استهداف قوات النظام المتمركز هناك طبعا خاضت اليوم كتائب الثوار المتمثلة في جيش الإسلام معارك شرسة جدا وتمكنت كتائب جيش الإسلام من تدمير ما يزيد عن ثلاثة دبابات على هذه الجبهات استقدام قوات النظام الأبطال العسكرية من مدينة بلودان طبعا شاهدنا استقدام رت العسكري تم التصدي لهم من قبل جيش الإسلام لم تستطع قوات النظام التقدم في أي نقطة في الجبال المطلة على الغوطة الشرقية طبعا حاولت قوات النظام أيضا التقدم من حي جوبر الدمشقي شاهدنا اشتباكات عنيفة جدا غاضتها كتائب الثوار على هذه الجبهات لاسيما محور كراش اليوم شاهدنا تكثيفا عنيفا على هذا المحور تمكنت كتائب الثوار اليوم من دحر القوى المتقدمة والتي حاولت التسلل والتقدم في حي جوبر الدمشقي طبعا شاهدنا اشتباكات عنيفة جدا إلى الآن تكاثة على صوات الاشتباكات في سماء الغوطة الشرقية طبعا اليوم شاهدنا أيضا عدة معارك على محور مدينة عربين شاهدنا اليوم محاولة تسلل لقوات النظام من جهة فرع المخابرات الجمهية أيضا فيلق الرحمن قام بيارة تصديلي تلك المحاولة وتم تكبيدهم خسائر فادحة كما قام أيضا فيلق الرحمن اليوم باستهداء فرع الأمن السياسي في باتومة وسط العاصمة دمشق هناك أنباء من ناشطين داخل العاصمة دمشق أفادت بإصابة وحقيق إصابات مباشرة داخل الفرع طيب قيس كم موصل عدد الشهداء في عين ترما إثر قصف النظام على البلدة نعم حقيقة أنك حصلة وليزات عدد اليوم عن الثلاثة شهداء إضافة إلى جرح العديد من المدنيين طبعا الاستهدافة جميعها بالقرب من الأسواق الشعبية لا تزال طائرات النظام تقصف بشكل جنوني الأسواق الشعبية اليوم أيضا قامت بقصف أحد الأسواق الشعبية في مدينة حرستا القمطرة أدى ذلك لاستشهاد ما يزيد عن الثلاثة من المدنيين إضافة إلى جرح الكثير من المارة هنا في هذا السوق الشعبي طبعا حصلت الجرح كثير جدا كحصيلة أوليين قادة نقول هناك ما يزيد عن الثلاثة عشر إصابة معظمهم من الأطفال والنساء نعم قيس ومعظمهم أيضا في حال خطرة قيس وصلت الفكرة نعم قيس قيس القاضي من السنة من العاصمة دمشق وصلت الفكرة شكرا جزيلا لك أصدرت كتائب جند الأقصى بيانا أعلنت فيه انسحابها من جيش الفتح والأسباب دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار وذلك وسط حديث عن خلافات حول المرجعيات نتابع المزيد في هذا التقرير إن الشر مبتلية به الأمة تفرقها واختلافها استهلال بدأوا به ببيان انسحابهم من جيش الفتح ليشخص نتائج الفرقة والانسحاب ولكن قيادة جند الأقصى تمضي في هذا القرار الذي بررته بمجموعة من الأسباب التي تمس ببنية التحالف العميق بين هذه الفصائل فبعض الفصائل دون تسميتها تؤيد المشاريع المصادمة للشريعة كالتوقيع على بيان ديمستورا وترحب بالتدخل التركي وتتخذ الخطابات الانهزامية منهجا لها أضف إلى ذلك الضغوط الدائمة لأحرار الشام على جند الأقصى لقتال تنظيم الدولة خروج من جيش الفتح وإبقاء على خيوط الاتصال والعودة شرط قتال الأمريكان بالإضافة للروس وأيضا بقية الفصائل موقفها من قضية تطبيق الشريعة والتزام كامل بمعركة حما بيان ينتهز الفرصة لوضح مرجعية جند الأقصى وموقفهم من تنظيم الدولة حيث عدوا ممارسات التنظيم غلوا وظلما وعدوانا ودفعوا صيالهم في المناطق التي يتوجدون فيها حق شرعي كما أثنوا على الشيخ أيمن الظواهر وجهاده رد سريع من بعض قيادات جيش الفتح أحدها كان شديد اللهجة من أبي محمد الصادق شرعي أحرار الشام الذي اعتبر البيان مليئا بالعجائب والتناقضات واتهم جند الأقصى بالضعف في فهم سياسة الدولية والشرعية ورد عليهم اتهامهم لفصائل جيش الفتح بقبول مبادرة ديمستورا واتهمهم بضبابية موقفهم من الدولة الإسلامية التي ستطعن جيش الفتح في الظهر في معركة حماتة ومن الواجب قتالهم غضب يتشظى من أحرار الشام في حين كانت دعية عبدالله لمحسن أكثر لينا في رده وأمسك العصى من المنتصف واعتبر القضية لبسا وسوء فهم من جند الأقصى لرأي أحرار الشام ودعاهم للعودة إلى جيش الفتح وإلا وقعوا في إثم عظيم خلافات في ظروف عصيبة تمر بها الثورة السورية فالعدوان الروسي على أشده وحراك دبلوماسي من موسكو إلى فيينا وثوار مشغليون بالانسحاب من التكتلات العسكرية التي أعول عليها جمهور الثورة في تحقيق الإنجازات شن الطيران الروسي غارات جوية على مدينة تلبيسة وقريتي غرناطة وتير معلى في رف حمص الشمالي كما استهدف بالخطأ مواقع النظام في بلدة الكم وأطال قصف لقوات النظام بالمدفعية وقذائف الهاون قرى سنيسل والمحطة والسعن الأسود هذا وارتق ستة شهداء وجرح العشرة أمس في بلدة الغنطو جراء قصف الطائرات الروسية في حين تعرضت قرية هبوب الريح ومنطقة الحولة لقصف من قبل النظام بالمدفعية ورششات الثقيلة من الدبابات وعربات الشركة قتل سبعة عناصر من قوات النظام في هجوم لهم تصدى له الثوار على أطراف مدينة الشيخ مسكين في ريف درع وفي سياق متصل أحبط الثوار محاولة قوات النظام مدعومة بميليشيات حزب الله التقدم إلى جبهة بلدة الطيحة بتزامن مع قصف بالصواريخ والقنابل العنقودية من قبل طيرن النظام على منطقة الاجتباك إلى ذلك استهدفت قوات النظام بقذائف المدفعية مدنة وبلدات عتمان وزمرين وكفر ناسج واليدودة وأنخل وتل الحارة في ريف درع ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين شن الطيران الحربي غرات على أحياء مدينة ديرزور المحررة وعلى قرية الحسينية في الريف الغربي تزامنا مع اشتباكات مع تنظيم الدولة وفي حي الحويقة بالمقابل قصف تنظيم الدولة بقذائف الهاو حي الجورة دون ورود أنباء عن إصاباته هذا واعترف إعلام النظام بمقتل قائد لواء 137 في ديرزور إثر حادث سيارة بالقرب من مقر اللواء دارت اشتباكات بين تنظيم الدولة والميليشيات الكردية على محور قرية أم حجرة شمال بلدة الهول في ريف الحسكة فيما غار طيران التحالف على مواقع لتنظيم الدولة في محيط بلدة الهول وفي الرقة دارت اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة والميليشيات الكردية في قرية الهيشة شمال المدينة مشاهدين نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل غارة إسرائيلية على غزة والجيش المصري يدمر 12 نفقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج دهالي والتي نافش فيه أرحبكم أرسال المشاهدين في مكان من قناة الجزء الموضوعي لنبتح بل أفتار أرحبكم في حلقة جديدة من برنامج كيروسوائي أرحب بكم مشاهدين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم برسل آراء السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى جولة الصحافة لهذا اليوم والتي نقرأ فيها أفضل السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم عزيزي مشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج الحدد أهلا بكم قالت الشبكة السورية الحقوق الإنسان إنها وثقت انتهاكات ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا بحق المكونات الأخرى ولسيما من العرب والتركمان في محافظة الحسكة ووفق تقرير صدر عن الشبكة بعنوان لا بديل عن العودة فإن هذه الميليشيات قتلت ما لا يقل عن 47 مدنيا خلال 6 أشهر وذلك بحسب عمليات القصف العشوائي والقنص واعتقلت ما لا يقل عن 612 مدنيا بشكل تعسفي من بينهم 19 طفلا وثماني سيدات في محافظة الحسكة ورصد التقرير وعمليات حرق وتدمير قرى بشكل شبه كامل خلال الفترة الواقعة بين شباط وآب في العام 2015 إضافة إلى حرق محاصيل زراعية ومصادرتها وتجريف للأراضي والممتلكات وذلك ضمن ممارسات واسعة تهدف إلى تشريد السكان بشكل قسري وهو ما حدث فعلا مع نزوح عشرات الألاف من سكان تلك المناطق وأكد التقرير أنه لا يمكن لقوات الإدارة الذاتية أن تبرر الانتهاكات المنهجية والممنهجة والواسعة بحجة أنها تحارب تنظيم الدولة على غرار تبريرات النظام السوري قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن الطائرات الحربية التركية قصفت مرتين قوات تابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا وأكد داود أوغلو أنه لن يتم السماح بانتهاك حدود تركيا حول دور أنقرة في إيجاد حل للوضع في سوريا لفت أوغلو إلى أن وزير الخارجية التركي في ريدون سينريلي أوغلو التقى الجمعة الماضية في فيينا مع نظرائه الروسي والأمريكي والسعودي لبناء آلية رباعية للتعامل مع الوضع السوري بالإضافة إلى مشاركة تركيا في اجتماع باريس بهذا الخصوص وأشار داود أوغلو أنه لا يمكن التوصل إلى حل في سوريا بمعزل عن تركيا نفى الاتلاف الوطني السوري وقيام وفد من الجيش الحر بزيارة موسكو أو عقد أي من مسؤوليه اجتماعات مع مسؤولين روس وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوكدانوف زعم أن وفد من الحر زار العاصمة الروسية وأعتبر الاتلاف في بيان له أن تلك الأنباء جزء من عملية تضيل الرأي العام وهدفها التغطية على إخفاق العدوان الروسي على الشعب السوري في أسبوعه الرابع والخسائر التي منيت بها قوات الاحتلال الإيراني والميليشيات الطائفية التابعة لها إلى ذلك أكد الاتلاف أن العدوان الروسي على سوريا يستهدف المدنيين بالدرجة الأولى بقصد قتلهم أو تهجيرهم مشيرا إلى أن الغارة التي تشنها طائرة الاحتلال الروسي أسفرت عن يوم أمس أو حتى يوم أمس عن استشهاد 1511 مدنيا بينهم نساء وأطفال وتدمير 12 مشفا ومركزا طبيا إضافة إلى مدارس ودور عبادة ومؤسسات خدمية ومناطق أثرية وأشار الاتلاف إلى أن القصف الروسي يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأنه يستدعي إدانة شديدة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن ويستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفه ومحاسبة مرتكبية للوقوف أكثر على هذا الموضوع ينضم معنا الأستاذ أحمد تيناوي عضو الهيئة السياسية في الاتلاف الوطني السوري أهلا بك أستاذ تيناوي أهلا بك أولا أستاذ المشاهدين حياك الله أستاذ أحمد يعني كيف ينظر الاتلاف إلى المحاولات الروسية الحالية لاستقطاب أطراف من المعارضة السورية في ظل الحديث عن مفاوضات حوض الحل السياسي في سوريا يعني كما تفضلت أنت أصاب بعض ما يسمى بأعضاء المعارضة السورية تقصبهم الروسيا أو إيران أو هذا النظام المجرم في محاولات حديدة ما زالت كانت وما زالت منذ بداية السورة لإضطاء الشرعية على هذه الشخصيات التي ليس لها علاقة أصلا في المعارضة لضمها لتكون في الطرف واحد مع هذا النظام المجرم في القضاء على السورة السورية والحيلولة دون تحقيق أداف ثورتها بعد كل هذه التضحيات طيب أستاذ أحمد يعني الاتلاف وسق من ضمن البيان يعني أعداد شهداء الذين سقطوا من المدنيين في قصف الطيران الروسي إذن ما أهميت هذا التوثيق أو هذا التوثيق في هذه المرحلة؟ يعني أنا أعتقد أنه البيان الروسي هو قديم وليك بجدير هو قديم كما أقول لكم في مداخل السورية يقال أنه منذ بداية السورة السورية وهو يتدخل بقواته وبرجاله وبعتاده ولكن كان بشكل مستور أما الآن بشكل واضح فاضح التوقيت أهمية هو يعني أراد أن يفرض وضعا معين جديدا يحسن موقفه التفاوضي وأنتم تسمعون بين الفينة والأخرى أنه يعود إلى موقفة الطفل هي نفس الكلام الذي يتكلمونه هو الزجاج للثورة في 2011 الحوار مع النظام والانتخابات والانتخابات البرلمانية يعني هم يقفضون فوق 500 ألف شهيد في سوريا وعشرات الملايين 11 مليون مؤجد وأكثر من مليون معوض وجريح ومئات الألاف من المعتقلين المفقودين يقفض فوق هؤلاء ويتكلم عن مفاوضات أو بالأحرى انتخابات برلمانية يعني بشكل صارخ فاضح يموغل في التحدي الإنسانية بشكل عام كيف يتكلم عن مبادرات سياسية هذا العدوان الروسي وكل يوم أنتم كما قرأتم في تقيركم كل يوم يسقط عشرات الشهداء بطائراته وطياريه وصواريخه مع أن المجتمع الدولي كمانها يعني موقفه خجول مع أنه يتدعي إدارة شديدة جدا نجمع الدولي ومجلس الأمن ويستدعي إدارة شديدة عادلة بوقفه حسب المتكبين على النهر السعادية السنية الروسية طيب أستاذ أحمد يعني يتدعي للتعقيد المشهد كما نعم طيب أستاذ أحمد ضيق الوقت لو سمحت أستاذ أحمد وقالت ضيق على كل حل سياسي لا يضمن التمرار هذا النظام بمنظوماته الأمنية وبرأس نظامه المجرم حتى يكون هناك حيلولدون أن تعود الشعوب العربية بشكل عام والسوري بشكل خاص إلى أن يمسكوا بزمام المبادرة وأن يحكموا نفسهم بأنفسهم نعم الأستاذ أحمد التناوي عضو الهيئة السياسية في الاتلاف الوطن يا سوريا المعارض شكرا جزيلا لك ليس جديدا على السياسين الروس تصريحاتهم المتناقضة غير أن لهذه التصريحات أهدافا بحسب كل مرحلة فيما تتمسك موسكو بموقفها الداعم للنظام السوري نتابع المزيد في هذا التقرير بين الحضور والغياب يضيع توصيف الجيش الحر بالنسبة إلى وزير الخارجية الروسي لافروف كما ضاعت المظاهرات السلمية التي أطلقها السوريون فلم يراها الكرملن ففي مطلع الشهر الجاري شكك لافروف بوجود الجيش الحر معتبرا إياه هيكلية وهمية ثم قال في كلمة أمام الأمم المتحدة إن روسيا لا تعتبر الجيش السوري الحر جماعة إرهابية مضيفا يجب أن يكون جزءا من العملية السياسية لكن سرعان عاد للقول إن روسيا مستعدة لإقامة علاقات مع الجيش الحر شريطة أن يكون موجودا بالفعل على الأرض وكان جماعة مسلحة من المعارضة الوطنية ثم كان التصريح الجديد الذي يخلط صورة المعركة في ذهن المتابعين بعد عودة الأسد من موسكو مشحونا بوعود النصر على الشعب السوري فقد عرض لافروف على الجيش الحر دعما جويا إذا علمت روسيا أين يوجد مواقعهم موقف متناقض من الثورة السورية لعبه الروس باحتراف عال حيث كانوا يفسرون كما يشاءون ويطلقون المبادرات ثم يتراجعون وتبقى نقطة الارتكاز التي ينطلقون منها دائما هي دعم بقاء الأسد مهما كلف الأمر وخصوصا بعد التدخل الروسي الجوي الذي استهدف المدنيين أولا كما استهدف مواقع الجيش الحر وقد أظهر تحليل حديث لبيانات مقدمة من وزارة الدفاع الروسية أن نحو ثمانين بالمئة من الغارات الجوية الروسية في سوريا نفذت في مناطق لا يسيطر عليها تنظيم الدولة حرب مقدسة لنصرة الأسد باركتها الكنيسة في موسكو يبذل الطيران الروسي كل ما بوسعه لوأد ثورة السوريين بينما تسعد دبلوماسية الروسية إلى إجبار السوريين على أن يضعوا خطة لبلادهم يتم بمجيبها حماية مصالح كل مجموعة دينية وعرقية وسياسية بعناية كما في تصريح لافروف الأخير يعقد اليوم في باريس اجتماع بشأن سوريا بمشاركة أبرز الأطراف الإقليمية وغياب روسيا وإيران وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن وزير الخارجية لوران فابيوس يعمل من أجل إيجاد تسوية سياسية للوضع في سوريا وضاف فابيوس أنه اجتمع مرات عدة في الأيام الماضية مع نظرائه ولسيما الأمريكي والأردن والسعودي بل إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى سوريا ستيفان ديموستورا وكشفت أوساط مقربة من الخارجية الفرنسية أن الوزيرين التركي والسعودي سيحضران اجتماع باريس لكن الدعوة لم توجه إلى إيران إلى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي إن الولايات المتحدة تبحث مع روسيا ودول أخرى إمكانية تنظيم جلسة مباحثات أخرى بشأن الوضع في سوريا بعد اجتماع باريس وفي الوقت الذي لم تؤكد فيه الخارجية ما إذا كانت واشنطن ستشارك في اجتماع باريس وعن مشاركة إيران في المفاوضات قال كيربي إن بلاده تدرك أن طهران سوف تنضم في مرحلة إلى المفاوضات المتعددة الأطراف بشأن الانتقال السياسي في سوريا مبينا أن الهدف من المفاوضات هو تبادل الآراء بين الدول المعنية من أجل التوصل إلى حل للأزمة ومؤكدا كذلك ضرورة مشاركة المعارضة السورية المعتدلة في تلك المفاوضات من جهتها قالت المتحدثة باسم الدبلوماسية الروسية ماريا زاخروفا إننا نعمل على إمكانية عقد اجتماع بشأن سوريا في فيينا الجمعة المقبلة وكانت فيينا استضافة الجمعة الماضية اجتماعا رباعيا هو الأول من نوعه حول سوريا ضم وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وتركيا أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن نحو 120 ألف سوريين اضطروا إلى النزوح من منازلهم خلال الشهر الجاري بسبب اجتداد الاجتباكات وفي بيان له قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن النازحين أغلبهم من حلب وحماتا وإدلب توجهوا إلى المناطق القريبة من الحدود مع تركيا مضيفا أن هؤلاء بحاجة إلى خيام ولوازم أساسية ومواد غذائية ومياه وخدمات صحية مشيرا إلى أن الأمم المتحدة بدأت في توزيع الأطعمة الجاهزة على اللاجئين بوطيرة متسارعة راحت دول الاتحاد الأوروبي تبحث إجراءات للتعامل مع عزمة اللاجئين وفي خضم بحث أوروبيين عن حلول يبدو أن واقع اللاجئين يسوء تدريجيا وأن أرض الأحلام لن تكون كما رسموها في مخيلتهم نتابع المزيد في هذا التقرير بينما يحث العالم الخطى نحو حل سياسي يوقف نزيف سوريا ويلملم شتات أبنائها تزداد الظروف المحيطة باللاجئين سوءا ليخرج ملفهم شيئا فشيئا من دائرة الاهتمام الإنساني تصريحات عديدة واضب عليها سياسيون وممثلون منظمات دولية ترى أن وقف النهر البشري المتدفق نحو أوروبا لا يمكن دون العودة إلى المنبع وإزالة العامل الرئيسي المسبب والمتمثل باستمرار الحرب في سوريا في المقابل يدلي آخرون بدلوهم عبر طروحات واقتراحات تهدف إلى تحصين حدود القارة العجوز إما ببناء أسوار إضافية أو بحجد المزيد من القوات العسكرية وعناصر الأمن وبين هذا وذاك تبدو الحكومات على عجلة من أمرها لتجديد قوانين الهجرة سواء عبر إصدار تصريح إقامة مؤقتة أو التلويح منتقاء المهاجرين وفق أولويات معينة تختلف بين بلد وآخر أرض الأحلام ليست كما تخيلها الكثيرون من راكبي قوارب الموت فالوصول إلى أوروبا لم يعود الهم الأساسية في ظل هاجس الترحيل لاحقا تحت بند إعادة اللاجئ إلى الوطن الأم حالما يصبح آمنا الإنفاق العام وتخفيف الضغوط على الإسكان والمدارس والخدمات الاجتماعية أصبحت مبررات تتردد بشكل متكرر من قبل الأوروبيين للتحلل من التزاماتهم تجاه قضية ساهموا جميعا في تفاقمها وتحولها إلى ما يسمونه أزمة عندما تساهلوا تجاه جرائم الأسد فلو لم يتركوا القاتل طليقا يمطر المدنيين بالأسلحة التقليدية والمحرمة لما أصبحت المنطقة بؤرة أزمات ولما كبرت كرة النار حتى تحولت إلى جبل دمرت قوات الجيش الأردني أمس سيارة حاولت اجتياز الحدود الأردنية باتجاه سوريا ونقلت وكالة بيترا عن مصدر في القيادة لعمل القوات المسلحة الأردنية قوله إن قوات حرس الحدود الملكية أحبطت محاولة اجتياز الحدود من قبل السيارة التي استغلت الظروف الجوية مشيرا إلى أنه تم تطبيق قواعد الاجتباك عليها وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية لن تتهاون في التعامل بأقصى درجات القوة مع كل من يمس بالأمن الأردنية شن الطيران الإسرائيلي أمس غارات استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وذلك عقب سقوط صاروخ في النقب الغربي وذكرت مصادر طبية أن الغارات لم تسفر عن أي إصابات وشملت الغارات محيط مطار غزة الدولي شرق رفح في جنوب القطاع وقبل أسبوعين تذرع جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق صاروخين من القطاع ليشن غارات على مواقع لحركة حماس وأدت إحدى الغارات إلى استشهاد أم وطفلتها في حي الزيتون بغزة في غضون ذلك قال جيش الاحتلال أنه قتل فلسطينيين اثنين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة بعدما طعن أحدهما جنديا إسرائيليا وحاول الثاني طعن جنديا آخر سياسيا طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ إجراءات بشأن المسجد الأقصى والمستوطنين للعودة إلى المفاوضات وذلك خلال لقائه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني في بروكسل وعبر عباس عن رغبته في التوصل إلى حل سياسي بالطرق السلمية معربا عن أمله في أن يدفع العالم بشعار الدولتين نحو التحقيق على أرض الواقع وأرجع عباس التوتر الحاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى عدم احترام إسرائيل الهدن والاتفاقيات ونقضها تماما خاصة فيما يتعلق بوضع المسجد الأقصى وإلى وجود المستوطنين المسلحين في الضفة الغربية وتهديدهم ومهاجمتهم المواطنين تحت حماية الجيش الإسرائيلي وافق رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل على استقالة محافظ الإسكندرية هاني المسيري بطلب للهال بعد سيول جريفة اجتاحة المدينة وتسببت الأمطار الغزيرة في مصرع تسعة أشخاص بينهم طفلان قضى بعضهم نتيجة سقوط أسلاك الكهرباء وانقطاع التيار عن عدة أحياء في المحافظة وتراكم المياه في الشوارع هذا وقرر رئيس هيئة النيابة الإدارية فتح تحقيقات عاجلة وموسعة حول ما شهدته الإسكندرية للتحديد المسؤول عن الإهمال في مواجهة السيول في سياق آخر أعلن الجيش المصري في بيان تدمير 12 نفقا على اشتريط الحدود مع قطاع غزة وضبط متسللين قتل خمسة وعشرون مسلحا حوثيا وسبعة من المقاومة الشعبية في معارك عنيفة بين الطرفين شهدتها مدينة تعز وسط اليمن وذكرت مصادر المقاومة في بيان أن المعارك دارت في جبهات الكمب وثعبات ومحيط مقارات قوات الأمن الخاضعة في المدينة أو الخاصة في المدينة كما أكدت المصادر أن البوارج الحربية التابعة لقوات التحالف العربي قصفت مواقع الحوثيين في مدينة المخة غرب تعز وتقدمت نحو ميناء المخة المنفذ البحري الوحيد للمدينة هذا وتعرضت أحياء مدينة تعز لقصف مدفعيا يوميا من قبل الحوثيين الذين يسيطرون على جميع منافذها والجبال المطلة عليها فيما تسيطر المقاومة الشعبية على أحياء في وسطها شن الطيران العراقي وطيران التحالف الدولي غارات على مواقع لتنظيم الدولة في الرماد وسنجار والموصل ما أسفر عن مقتل 23 عنصر من التنظيم وفي بيان للوزارة أن غارات طيران التحالف شملت أيضا مناطق في الحبانية وبي جي وفي محافظة الأنبار استطاعت القوات الأمنية تفجير مصنع تابع للتنظيم في منطقة البغداد فيما تمكنت قوات الشرطة تفجير ثلاث مواضع دفاعية للتنظيم شرق الرمادي مشاهدين في نهاية نشرتنا الإخبارية إليكم تذكيرا بأبرز العنوين انهيارات النظام تتوالى جنوب حلب وتنظيم الدولة يقتحم سفيرة والثوار يستعيدون عدة مواقع موسيقى قوات النظام تفشل بالتقدم في محيط الغوطة الشرقية وتتكبد خسائر فادحة موسيقى المقاتلات التركية تقصف مواقع الميليشيات كردية في سوريا موسيقى الاتلاف ينفي زيارة وفد من الجيش الحر لموسكو موسيقى بغياب روسيا وإيران اجتماع باريس يبحث إيجاد تسوية سياسية للوضع في سوريا موسيقى مشاهدين تابعون على الموقع الرسمي للقناة جيسر تيفي دات كوم وأيضا على شبكات التواصل للاجتماع فيسبوك وتويتر ودمتم بأمان الله موسيقى